وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عبدالقادر عمارة يشرف بفاس على تدشين مشروع بدلعين توشطات الذي أنجز بتكلفة مالية تقدر بـ 55 مليون درهم والذي يهدف إلى ضمان سيابية وتنظيم حركة المرور بالإضافة إلى تعزيز شروط السلامة بالطريق السيار يسمح بطبيعة الحال لا الحاجب ولا توشطات بيش يكون عندهم واحد الدخول مباشر للطريق السيار وتم تتعرفوا هذه منطقة فلاحية منطقة إنتاجية هذا من شأنه بطبيعة الحال أنه يساهم في الرفع من القيمة المضافة وركوا لحظة الفرحات للمنتخبين والمواطنين والساكينة وهذا واحد اللي كانوا تنتظروا منذ زمن طويل والحمد لله الآن تحقق وهذا بطبيعة الحال كله داخل فات السياسة الأورش الكبرى التي يرعاها جلالة الملك نصر الله وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبدالقادر عمارة يشرف بفاس على تدشين مشروع بدالعين توشطات الذي أنجز بتكلفة مالية تقدر بـ 55 مليون درهم والذي يهدف إلى ضمان سيابية وتنظيم حركة المرور بالإضافة إلى تعزيز شروط السلامة بالطريق السيار ترجمة نانسي قنقر